الفقر في العراق أصبح ظاهرة في بلد يعد الأغنى بثرواته النفطية وإمكانياته البشرية لا بل أصبح مشكلة اقتصادية تتفاقم يوما بعد يوم حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدد العطلين عن العمل في العراق وصل إلى خمسة ملايين شخص وأن أكثر من ثلث السكان من الفقراء مؤكدا أن معدل الفقر في العراق تضاعف خلال الأعوام الأخيرة ليصل إلى 40% من مجموع السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة بدورها أكدت الأمم المتحدة أن عدد الفقراء الذي أعلن في العراق أضيفه إلى نحو 6 ملايين و600 ألف عراقية قبل تفشي جائحة كورونا موضحة أن الفئات الأكثر تضررا وفقرا نتيجة الإجراءات الحكومية الفاشلة هم النازحون داخليا واللاجئون والعائدون من المخيمات ووفقا لآخر دراسة أجرتها وزارة التخطيط الحالية بالتعاون مع البنك الدولي فإن نحو 10 ملايين عراقي وهو ما يعادل ربع سكان يعيشون بأقل من دولارين في اليوم حيث يشهد العراق منذ سنوات ازديادا ملحوظا لظاهرة الفقر ولا سيما بعد قرار الحكومة الحالية رفع سعر الدولار أمام الدينار الذي أضاف عبءا اقتصاديا جديدا على الطبقات الفقيرة ظاهرة الفقر في العراق ألقت بضلالها على العراقيين ولا سيما الشباب حسب ما بين موقع المونيتور في تقرير له إذ قال إن حالات الانتحار باتت ترتفع في أوساط الشباب العراقي جراء فشل الطبقة السياسية الحاكمة في حل مشكلاتهم ونتيجة لفشل حكومات الاحتلال في توفير بيئة استثمارية وتغول الميليشيات في مفاصل الحكومة واستشراء آفة الفساد في البلاد استفحل الظاهرة الفقر ما أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي تحولت إلى عقبة ومعضلة في ظل إخفاق المعالجات الناجعة